بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالح مما لفت انتباهي في بلاد ما وراء النهر نوع خاص من الخلوات هذه البلاد بلاد مباركة بلاد ما وراء النهر أكثر بلاد أمدت الناس بالعلم والعلماء ولكن الخلوات متنوعة الخلوات عند الحكيم الترمذي دخلته في بعضها الخلوة عبارة عن حجرة تحت الأرض من تراب كامل طبعا البلاد هناك شديدة الحر صيفا وشديدة البرد شتاءا والعازل الترابي الكبير ينفع إنسان يعني لا يحس لا بحرارة ولا برودة في الصيف يكون في جو باء دافئ وفي الشتاء يكون في جو بارد لكن مكان مناسب للعبادة وكله من جنس الأرض آه نعم خلوات وانعزال عن الدنيا وعبادة في الكهوف خرافات الموجودة عن الحركيين لا نريدها هذه خلوة جزئية إنسان مثل إيش اعتكاف في رمضان أو مثل ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه لا نتكلم عن هذا واصلا ليس القضية التي أريد أن نتكلم فيها تلك القضية شيء آخر لكن وجدت في مدينة الشاش التي تسمى الآن طشقند طشقند يعني مدينة الحجارة وجدت نوعا من الخلوات مبني بما يوافق الطريقة النقشة بندية النقشة بندية عندهم شيء يسمى رابطة الموت ما هي رابطة الموت المريد من جملة أذكاره يعني يتخيل أنه مات ومدة قصيرة جدا حتى يدرب نفسه على التفريغ من الشواغل وأن لا ينشغل لا بزوجة ولا بولد ولا بمال ولا بتجارة ولا نحو ذلك فصمموا بعض الخلوات على هيئة القبر موجودة ضمن مكان ضمن خلوة فيها كذا ما كان مكان خاص كان لو لا حد يدخل الإنسان فيه ويذكر الله تعالى وهو على تلك الهيئة طبعا جماعة وردوا ولم يردوا بدعوا ولم كذا أرجو أن يخرجوا يعني مشكورين لأننا نتكلم مع ناس قد قطعنا معهم شوطن وهم يعلمون حقائق الأمور ويفرقون بين النص وبين الواقع ألا نتكلم عن الواقع ليس عن النص لن نقول لك هذه عبادة شرعية يجب أن تفعلها ما قلنا هذا ولا نقول لك سنة ولا مندوب نقول لك نذكر لك عن علاج تربوي يستخدم في تلك البلاد أظن يسمونها تشيلا إذا نطقتها نطق صحيحة أو كيلا لكن غالبا تشيلا باللغة الفارسية هذه رأيتها والحقيقة يعني هذا أسلوب تربوي يعني لا أقول ورد ولم يرد لا أقول لك هذه من العبادات إنما هذا أسلوب تربوي مثل العلاج الذي تأخذه عند الطبيب أو مثل الطبيب حينما يقرر لك جوا خاصا يناسب مرضك أو يناسب النقاها أو يساعدك على الشفاء كذلك طباء القلوب هؤلاء لهم أيضا وسائل خاصة بهم لكن الذي لفت انتباهي شيء آخر في مكان آخر رأيت في بعض البرامج جهات متخصصة في كوريا تقوم بمعالجة أمراض الناس النفسية وإزالة التوتر عن طريق الموت الاختياري تماما تماما كما يفعل الصوفية تذهب إلى شركة في خبراء هكذا تدفع لهم مالا وكثيرا ربما هناك طبيب يشرف ويدربك كيف تموت اختياريا فترة من الزمن قصيرة وجدوا أن لها تأثيرا كبيرا في تخفيف التوتر الاسترس هذا والتوتر بلاء يسبب أمراض كثيرة السرطانات والسكر والضغط والبلاء كل هذا من وراء هذا التوتر هنا حينما يقال لهم الله طبيب نفسي يعالج بهذه الطريقة أوه ما شاء الله صوفي يفعل هذه الطريقة بالأجل أن يدرب الناس على يعني عدم التعلق بالدنيا بدعة وضلالة وكذا وكذا ما السبب في هذا هو الخلط بين الواقع والنص الواقع هذا لا يقال ما هو الدليل ما هو واقع وجدنا أن هذا الشيء في الدنيا يساعد أكثر الأشياء التي ذكرها الغزالي حجة الإسلام في المساعدة على استثمار الصيام أو المساعدة على الخشوع في الصلاة مأخوذة من الواقع وجدوا أن الإنسان في المساجد القديمة الخشوع يكون أكثر وجدوا أن الصلاة على حصر النبات تجمع القلب أكثر وجدناها نحن وجدناها لم يخبرنا بذلك أحد وجدوا أن المزركة ششت الذهن أشياء واقعية هذه لا يقال ما هو الدين عليها الدين حينما قولك قال رسول الله أو هذا من دين الله أو يجب أن تفعله أو يسن أن تفعله أو يندب أن تفعله هنا عند ذلك أما المباح واقع والصنف آخر من إخواننا الطيبين هؤلاء جماعة البرمجة العصبية اللغوية يقول ما يشاء على الفكرة كل ما يقوله جماعة البرمجة العصبية كل ما فيه من حق ليس ما فيه من تدليس وضحك على اللحة من أجل ابتزاز المال كل ما عندهم من خير ومن أشياء مسلمات هي موجودة عند الصوفية رأيناها بأنفسنا بأنفسنا رأيناها طيب هل يعني أن الصوفية أخذوها من الواقع هل يعني أفرض الآن بعض الناس الآن أفرض أنه خاصة الآن أنا أعرف عقلية الوهابية وعقلية الحركيين ها الآن عرفنا أن الصوفية كيف أخذوا دينهم أخذوه من تلك الديانات الشرقية القديمة لا يا أخي أنت غلطان بن نمرة أخذ دينهم من كتاب الله ومن سنة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا في كتابهم أن التعلق بالدنيا مذمو وأن الإنسان يجب أن لا يخلد لا يخلد للأرض وأن الإنسان يجب أن يتعلق بالله وأن الإنسان أن هذا الدنيا عرض زائل هذا وجدوا في كتاب الله فوجدوا من جملة الوسائل التربوية التي تساعد عليه أشياء موجودة ربما استخدمها الملاحدة وربما استخدمها المسلمون وربما استخدمها الكافرون وجد هذا في كلام إذا عدت إلى سير الصالحين من كان يضع نفسه في قبر ويقول ويقرأ الآية هكذا يتمثل حال الإنسان حينما يخرج من الدنيا ويقول ربّي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يبقى هكذا ربّي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ثم يخرج من قبره هذا الذي صنعه بنفسه ويقول ها قد عدت فأرنا ماذا تفعل أعدناك إلى الدنيا هذا الفهم من السادة الصوفية وعدم الخلط بين الواقع والنص جعلهم يثم يعني يستثمرون تجارب الأمم جميعا بما لا يخالف دين الله أول من أتى بهذه المصيبة هو البيروني حينما قرأته كتابة تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة الرجل أصلا فيلسوف الرجل ليس من أهل السنة فأرى أشياء فصال يقول الصوفية ويقول الهنود وكذا وكذا أخي هذه أشياء إذا كانت من الواقع ولا تخالف الشريعة فليس لك أن تقول إن هذا الدين ما أخذ من هناك هذا وسيلة وسيلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الخندق لم يقف له إخوة وقال له هذا من فعل المجوس حفر الخنادق هذا من أمور الواقع ليس من أمور النص لو كان هناك إخوة قال هذا تتشبه بالكافرين والعياذ بالله الحمد لله ما كان موجود هناك موجود لكن هكذا يعني قليل ذو الخويصرة ليس في هذه الواقع قال في غيرها فإذا هذه الأشياء مردها إلى تجارب الناس وجدوا أن هذا الشيء ينفع كما وجدوا مثلا أن البناء الهرمي يساعد على حفظ ويقلل البكتيريا كيف ما ندري هذا كان في دمشق موجود أخبر لي بعض قبارة السلم من أهل دمشق قال كانوا إذا أرادوا أن يحفظوا طعاما لفترة قصيرة حتى لا يفسد يوضع هكذا في بناء مثل هرم هكذا يعلق هذا ربما من علومنا فراعنا بطريقة ما الله أعلم بها إذن عليك أن تفرق بين الواقع والنص حتى لا تبدع وتفسق وتضل عن جهل ولا حول ولا قوة إلا بالله